بعد أن كانت العمليات العسكرية التركية على اختلاف أشكالها تنفذ في المناطق الحدودية بين تركيا والعراق أصبحت الآن تطال مناطق في عنق 200 كيلو متر داخل الأراضي العراقية وهو ما قرأ فيه مراقبون عدة رسائل كسف الجيش التركي خلال أيام الأخيرة الماضي من عملياته الجوية وسط تكاهنات بأن تتحول هذه خلال المرحلة المقبلة إلى عمليات برية وخاصة في ظل الحديث عن انسحاب أمريكي من أفغانستان وممكن أن يكون خلال المرحلة المقبلة على غرار أفغانستان انسحاب أمريكي من سوريا وهذا قد يدفع الوحدات الكردية للتمدد من سوريا إلى شمال العراق لذا أعتقد التقديرات التركية الرسمية والعسكرية تشير بأن كل الأمور وكل الاحتمالات واردة في المرحلة المقبلة ورغم الانتقادات العراقية المتواصلة في هذا الخصوص فإن أنقرة تبدو مصرة على مواصلة عملياتها وهي تتحدث صراحة عن استعدادها لتنفيذ عمليات نوعية جديدة في أي وقت بعمق الأراضي العراقية هذا الملف تم بحثه بين الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي خلال اتصال هاتفي بينهما قبل أيام ولكن اللافت هو أن العملية التركية الجديدة في جبال آسوس بعنق 200 كم قد نفذت بعد هذه المحادثات مباشرة المعارضة التركية بدورها وإن دعمت العمليات ضد المنظمات الإرهابية إلا أنها واصلت انتقاد السياسة الخارجية التركية وتعهدت بتعزيز التعاون مع دول الجوار لحل المشاكل المشتركة ندافع دائما عن مبدأ سلام في الوطن سلام في العالم الذي أطلقه المؤسس أتاتورك نحن مجبرون على علاقات جيدة وسلام مع كل الدول وخاصة دول الجوار وعلى تطوير وتحسين علاقتنا مع جيراننا واحترام سيادة بلادهم والتعاون معهم في كل شيء ولمواجهة التحديات المشتركة ولا تكترث أنقرى بانتقادات المعارضة وتتحدث عن مناطق فيها نفوذ للعمال الكردستاني بما يشمل سنجار وقنديل ومتينا وحتى مخمور وتقول إنه إن لم يقم الجانب العراقي بإنهاء هذا الوجود فإن أنقرى ستفعل على مصبحات الغد إسطنبول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر